للي بيشوف نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي من بضعة أسابيع وخصوصاً بفرنسا وبألمانيا بيشوف الانزياح المستمر بهالبلدين نحو اليمين وحتى بأوروبا بشكل عام ولو بشكل أبطأ بحيث بألمانيا فاز اليمين المضطرف في المرتبة الثانية بـ 15.9% من الأصوات بوقت بفرنسا حصل التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان على المركز الأول بأكتر من ضعف الأصوات اللي حصل عليها حزب إيمانيال ماكرون رئيس الفرنسي الأمر الذي أدى إلى حل الأخير للمجلس النيابي الفرنسي ودعته لانتخابات نيابية مبكرة وبحسب الاستطلاعات وأيضاً بحسب تركيز حملات الأحزاب اليمينية موضوع الهجرة ووقفة على رأس أولويات ناخبيهم واللي بتابع شوية أخبار ما ضروري كتير بآخر عشر سنين ما رح يكون متفاجئ وله السبب رح نحكي اليوم عن قضية الهجرة واللجوء وهي جزء من قضايا قدت إلى انقلابات هائلة بالرأي العام ومع تحولات سياسية هائلة على صعيد العالم من ترامب للوبين لميلوني وغيرهم من أحزاب اليمين المضطرف ولسنوات بيتكرر الحديث عن موجة الهجرة آخر عشر سنين أم حتى تصنامي الهجرة اللي عم بتهدد مجتمعات الدول المضيفة هالأمر استدعى حشرية للاطلاع على الأرقام خصوصا وقت هالموجات الهائلة من الهجرة عم بيكونوا لا صدى لدى النخبين وبالتالي معقول تغير سياسات دول وتغلق أحدود وترحل ناس ولنعرف مدى حجم هالتسونامي لازم نشوف تطور أرقام الهجرة مع الزمن عام 2020 شهد العالم على 281 مليون مهاجر والمهاجر هو الشخص اللي عايش ببلد غير بلده الأم لفترة بتتخطى السنة و281 مليون إنسان يمكن رقم كبير إذا الواحد شافه وحده بس كنسبة من سكان العالم السبعة مليار سوعمية مليون النسبة بتكون 3.6% من سكان العالم هم من المهاجرين أيا كانت سبب هجرتهم لجوء أم بحث عن عمل أم تعليم أم غيره ولكن مثل ما قلت المهم مش النسبة نفسها لو أحد يفهم خطورة هالموجة من الهجرة بل حجم تطور النسبة مع الزمن والمفاجأة إنه عام 1970 أي من 50 سنة حصل فيها تطورات هائلة على صعيد المواصلات والاتصالات والخفاض أسعار المواصلات مع موجات العالمة كانت نسبة المهاجرين لمختلف الأسباب من سكان الأرض 2.3% يعني نسبة المهاجرين ارتفعت من 2.3% لفقط 3.6% على الرغم من كل التطورات الهائلة بـ 50 سنة بس هالرقم يمكن غير منصف لفعليا نفهم حجم الخوف من الهجرة لأنه بطبيعة الحال رح يصيب الدول الغنية والمرفهة مش الدول الفقيرة أي اللي عم تعاني من أزمات واللي منها الناس بتغادر أساسا ومن هون طبيعة أن المهاجرين يغادروا دول الجنوب بالعالم لدول الشمال وتحديدا أوروبا وأمريكا وغيرها والسبب الأول طبعا هو بحث المهاجر عن حياة أفضل بشكل عام إما للعمل إما للتعليم أما هربا من حروب أم قمع ولكن السبب الثاني هو أنه هالبلدان الغنية هي أيضا الأكثر تضررا من شيخوخة مجتمعاتها بنتيجة انخفاض معدل الولادات كما الوفيات وارتفاع متوسط عمر السكان طيب بعد هالمعطيات خلينا نشوف أرقام المهاجرين أولا بحسب القارات وبعدها بحسب الدول هون منلاقي أكبر نسبة للمهاجرين بالعالم بقارة أوكيانيا حيث يشكلون 22% من السكان وطبعا أستراليا بالطليعة حيث نسبة الأجانب المقيمين فيها 29.1% من عدد السكان وبعدها أمريكا الشمالية بنسبة 15.9% ولكن داخل أمريكا الشمالية كندا بالمركز الأول حيث يشكل المهاجرين 23% من مجموعة السكان فيما بأمريكا نفسها النسبة عند 13.9% من السكان وبوقت بقية المناطق نسبة بشكل عام منخفض خلينا نروح على أوروبا اللي اليمين المضطرف حقق فيها تقدم ملحوظ بالانتخابات الأخيرة هون منشوف النسبة بأوروبا عند 11.6% هم من المهاجرين من نسبة السكان العامة بس الغريب أنه لما نروح على أعداد المهاجرين بكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي الكبيرة وحتى إذا زدنا عليهم بريطانيا من خارج الاتحاد منلاقي فرنسا اللي شهدت أعلى نسبة من المقترعين لليمين المضطرف فيها أقل نسبة من المهاجرين نسبة لعدد السكان بفرنسا نحو 7 مليون مهاجر أي 10.3% من مجموع السكان هم من المهاجرين فيما بألمانيا عدد المهاجرين 15.3 مليون ونسبتهم من السكان نحو 18.4% عام 2021 لازم ينضاف لهم نحو مليونين لاجئ ومهاجر من أوكرانيا أجوا بالسنتين اللاحقتين على ألمانيا الرقم ببريطانيا هو 9.5 مليون مهاجر نسبتهم نحو 14.4% من السكان وبإيطاليا نحو 5.2 مليون مهاجر نسبتهم 8.7% من مجموع السكان أما بإسبانيا 8.2 مليون مهاجر نسبتهم 18.15% من مجموع السكان والأغرب أنه إذا رحنا على أستراليا وكندا لنسبة الهجر عندهم أكتر من ضعف النسب اللي عم نشوفها بأوروبا ككل وتحديدا بفرنسا أم من إيطاليا منلاقي أنه بأستراليا نسبة أصوات كل شخصيات وأحزاب اليمين المضطرف بآخر انتخابات نيابية عام 2022 ما تخطط لـ 11.5% من مجموع الأصوات وبكندا أيضا بانتخابات عام 2021 حزب اليمين المضطرف أم حزب الشعب ما قدر يحصل على نائب واحد بالبرلمان وحصل على 800 ألف صوت وبالبلدان وعلى الرغم من أنهم أكتر بلدان استقبالا للمهاجرين موضوع الهجرة ما بشكل موضوع استقطابي لبل نظرة غالبة للموضوع بحسب استطلاعات الرأي بالبلدان هي نظرة إيجابية طيب إذا ما فينا نربط ارتفاع عداد المهاجرين كسبب الارتفاع النقمي عن الموضوع متنا بنشوف بأستراليا وبكندا شو ممكن يكون السبب؟ البعض بيربطها بأثر سلبي للمهاجرين على اقتصادات الدول اللي عم بيهاجروا إلى بوقت إنه إذا فيه إيجابية واحدة مبتوطة تقريبا ما علي أين قاش هو أثر الهجرة الإيجابية على اقتصادات أغلب الدول الأوروبية اللي عم تشهد تقلص بعدد سكان مواطنية وشيخوخة لمجتمعاتها مثل ما ذكرنا وشيخوخة المجتمع مشكلة اقتصادية كبيرة حيث يرتفع عدد كبار السن غير المنتجين واللي بشكله عبق اقتصادي لإعالتهم وطبابتهم وغيرها مقابل انخفاض عدد الفئات العمرية المنتجة اللي اقتصاديا بشكل عام هي بإنتاجة بتعيل كبار السن نسبة الإعالي اليوم بأوروبا هي 33% أي أنه هناك مسن واحد فوق سن ال65 على كل 3 منتجين بسن العمل والنسبة متوقعة ترتفع لفوق ال50% مع العام 2050 ليصير لكل رجل مسن واحد أقل من معيلين اتنين بسن العمل بس نعرف مدى حجم شيخوخة المجتمع الأوروبي خلينا نقارنوا ببلد فتي مثل الهند مثلا بيبين معنا أنه نسبة الإعالي بالهند 14% أي شخص واحد مسن لأكتر من سبعة معيلين بسن العمل وفينا نشوف مقارنة بين الهرم العمري للمواطنين الأوروبيين بالمقارنة مع الهرم العمري للمهاجرين على أوروبا ليبين حجم الفجوة اللي عم تردمها الهجرة لاقتصادات الأوروبية وحتى أنه أرقام الاتحاد الأوروبي بخصوص عدد العاملين الأجانب بالاتحاد الأوروبي هو بعام 2022 كان 9.930.000 عامل فيما عدد العاملين ككل بالاتحاد الأوروبي هو 193.5 مليون عامل أي نسبة العمال الأجانب هي فقط 5.1% من مجموع العمال والأعمال اللي بيتركز فيها العمال الأجنبية هي تكاملية بشكل عام ومش تنافسية مع عمالة الأوروبيين حيث الأجانب ترتفع نسبتهم بقطاعات مثل البناء، النقل، المناجم، عمال في المصانع والزراعة والتنظيفات والمطاعم بينما بترتفع نسبة الأوروبيين مقابل الأجانب في قطاعات مثل قطاع الصحة والطبابة والهندسة قطاعات العلوم، التجارة والتعليم بالإضافة للإدارة العامة والدفاع بطبيعة الحال لا شك أنه قد يكون هناك تنافسية في بعض المهن بين المواطن والمهاجر ولكن حجم العمالة وحجم التنافسية ما بتتوافق مع حجم ارتفاع الغضب على موضوع الهجرة اللي عم نشوفه بالانتخابات، فبنرجع للسؤال، شو معقول يكون السبب إذن؟ معقول البعض يقول هي المشكلة مش بالهجرة الشرعية ولكن بالهجرة غير النظامية ولكن إذا بنرجع لأرقام الاتحاد الأوروبي نفسه، بنشوف أنه أرقام الهجرة غير النظامية هامشية فبخمس سنوات بين عامي 2018 و2022 عدد المهاجرين النظاميين الداخلين إلى الاتحاد الأوروبي والموافق عليهم وهنوافدين بهدف التعليم أو العمل أو غيره، مجموعه 14 مليون و470 ألف شخص فيما مجموع المهاجرين غير النظاميين ما وصل حتى لمليون شخص بخمس سنوات على كل الاتحاد الأوروبي وهيدا غير أنه عدد من الداخلين غير النظاميين يعاد ترحيله بطبيعة الحال فما ممكن تكون القيامة قايمة بكل أوروبا على هالأعداد اللي عم تتوزع على مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي طيب، إذا مش أعداد المهاجرين النظاميين اللي كل دولة عليها توافق على دخولهم للبلد أصلا ومش أعداد المهاجرين غير النظاميين اللي أعلى تقدير لهم ببلد مثل فرنسا هو مش أكتر من 600 ألف شخص آخر سبب معقول يكون أنه النقمة سببها ليس الهجرة ككل بل نوع محدد من التغرب وهو اللاجئين الهاربين من الحروب والأزمات وخصوصا من البلدان العربية المنكوبة اقتتالا مثل ليبيا وسوريا والسودان أما المنكوب اقتصاديا أما اتنين معا والقائلين بأنه هون السبب الحقيقي للهلع الأوروبي من ملايين اللاجئين ممكن يشيروا للتأكيد على هالنظرية إلى مليارات الدولارات اللي عم تدفعها دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الجمعيات والمؤسسات لدول اللجوء أم العبور خارج حدود الاتحاد الأوروبي مثل ليبيا والمغرب واللبنان والأردن وتركيا ومصر وللتنسيق الأمني حتى مع هالدول لضبط حركة اللاجئين ومنعهم من عبور البحر الأبيض متوسط بالإضافة إلى تطوير وكالة فرونتكس بميزانية سنوية بتتخطى 750 مليون يورو لحراسة الحدود والسواحل الأوروبية من موجات اللجوء ممتاز خلينا إذن نشوف هالموجات بالأرقام عسى أنه تفسر صعود اليمين المضطرف وموجات رفض الهجرة بالشكل اللي عم نشوفه عشية بداية الربيع العربي بحسب تقرير البنك الدولي عام 2011 كان مجموع عدد اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي مليون ومية وثلاثة وخمسين ألف لاجئ ارتفع العدد حتى عام 2021 عشية الحرب الروسية على أوكرانيا ليبلغ مليون وثمانمية وثمانة وخمسين ألف لاجئ بارتفاع كل حجمه مليون وسبعمية وخمس تلاف لاجئ أغلبهم من الدول المأزومة بالعالم العربي وبهالفترة وخصوصا عام 2015 اللي شهد موجة اللجوء الأكبر تحول موضوع الهجرة والمهاجرين إلى موضوع استقطابي في عدد كبير من الدول الأوروبية وبالولايات المتحدة الأمريكية وحتى اليوم ترفض دول الاتحاد الأوروبي استقبال طالبي اللجوء وتحول البحر الأبيض المتوسط إلى محطة موت الهاربين من الموت بنتيجة هالرفض وعدد الوفيات على طريق الهجرة بين عامي 2014 و2023 فقط بالبحر الأبيض متوسط عم نحكي 26.833 ضحية هلأ بمقابل هالمليون وثمانمية ألف لاجئ اللي دخلوا أوروبا وهزوا القارة وأحدثوا كل هالجلبة وهو عدد بقارب عدد السوريين اللي استقبلوا بلد مثل لبنان وحده وماشي حاله بلا رئيس وبلا حكومة وبلا مجلس نيابي حتى ماشي حاله بين مزدوجين ارتفع عدد اللاجئين بسنة واحدة من مليونان وثمانمية وثمانة وخمسين ألف لاجئ بالاتحاد الأوروبي عام 2021 لستة مليون وستمية وسبعة وتسعين ألف لاجئ السنة التالية عام 2022 بارتفاع قارب أربعة مليون لاجئ بسنة واحدة كلهم من أوكرانيا وبدل إغلاق الحدود وإيامة الإيام سياسيا خصوصا من قبل اليمين اللي عم يضع مسؤولية الأزمات الاقتصادية وتحول هويات البلدان الأوروبية على اللاجئين بقرر الاتحاد الأوروبي من دون أي مشكل فتح الحدود لملايين الأوكرانيين مع عطاءهم الحق بالعمل والتعليم والسكن والتنقل في الاتحاد الأوروبي إشارة هون إلى أن الأربع مليون لاجئ أوكراني صار عددهم ست مليون اليوم ولا تزال سياسة الحدود المفتوحة مفتوحة إذن مليارات الدولارات وتنصيق أمني لمنع دخول اللاجئين ووكالة فرونتكس وحرص حدود على أقل من مليونين لاجئ بعشر سنوات وحدود مفتوحة وحق بالعمل والتعليم والسكن والتنقل لست مليون لاجئ بسنتين إذن قد يكون المشكل عند البعض من الهجرة وتحديداً بأوروبا مش بيكمل هجرة بل بنوعة إذا أشأر وعيونه زرق آلة وسهلة إذا أسود أم أسمر أم بيصلي أم بيحكي بغير اللي مقبول عنها لا أهل عنده ولا سهل ولكن على الرغم من أنه لا شكل عنصريات الأثنية أم الدينية أم القومية إلى أثر وأثر بالغ لدى كتير من أجنحة اليمين وحطى بعض اليسار بأوروبا وأمريكا بموقفوا من الهجرات واللجوء بالمعايير المزدوجة اللي ذكرناها اللي بتشبه الإزدواجية فيها بخصوص ضحايا حرب بأوكرانيا وضحايا حرب على فلسطين إذا تعمقنا أكتر بالصورة يمكن حتى هالسبب لوحده ما يفهمنا كل الصورة فهناك سؤالين لافتين لوحد يوصل لخلاصة يمكن بتصيب أكتر لفهم الظاهرة السؤال الأول هل الهجرات واللجوء أمر بدأ من عشرة أم خمسة عشر سنة تاريخ صعود هذا اليمين وهذه المواقف من اللجوء أم أبعد من هك وإذا تاريخه أطول ليه بآخر عشرة أم خمسة عشر سنة عم نشوف صعود الحركات السياسية المضطرفة لموضوع الهجرة عندها أساسة وبيجذب فيه جزء أساسي من الرأي العام جواباً على السؤال الأول طبعاً الهجرات بمختلف أشكال ما بدأت من الألفان وعشرة علماً أنه بنفس الوقت تاريخها مش كتير قديم وفعلياً ما صارت قضية إلا بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مع تطور العطاءات والحقوق اللي بتمنحهم الدول لمواطنية الأمر اللي حتم تطوير جهاز بيروقراطي لدى الدول لضبط أعداد المستفيدين منها العطاءات وخصوصاً مع تطور وسائل النقل وازديات سرعة حركة النقل وتنقل البشر بس لنبقى بموضوعنا خلينا ناخد فرنسا كمثل ونشوف تاريخها مع الهجرة إذا منشوف نسبة المهاجرين بفرنسا من مجمل عدد سكان البلد تاريخياً منشوف أنه نسبته نرتفعت بمئة سنة من أربعة بالمئة لعشرة فاصلة اثنان بالمئة جهدت فعلياً تلات موجات كبرى الأولى بعد الحرب العالمية الأولى اللي كانت فرنسا فيها بحاجة لمزيد من الهجرة بعض الوفيات الكبيرة اللي صابت الفرنسيين من جراء الحرب فكانت الهجرات بتركز على الدول المحيطة بفرنسا واللي مجتمعاتها أصابتها ويلات الحرب وأبرزهم من إيطاليا وأسبانيا وحتى بولندا من بعدها عاد جزء من هالمهاجرين لبلدانهم وبقي بعضهم وقت استقرت فيها الأوضاع حتى فترة بعد الحرب العالمية التانية اللي شهد على ارتفاع مستمر بأعداد المهاجرين لفرنسا مع الازدهار اللي بدأت تشهده فرنسا وأوروبا بشكل عام بعد فترة من الحرب أبرز المهاجرين اللي دخلوا فرنسا بها 30 سنة بعد الحرب العالمية التانية كانوا من البرتجال الهاربين من ديكتاتورية سالازار وبعضهم الأفارقة بشكل عام ومن بينهم الأفارقة العرب مع تفكيك المستعمرات الفرنسية بدولهم استقرت هالأرقام حتى سنة الألفان ورجعت تصعد من جراء عوامل كتير أبرز تراجع أسعار التنقل وازدياد سهولته تسارع موجات العالمة وتزايد حركات الهجرة عالميا للدراسة أم للعمل بالإضافة إلى لم شمل أفراد مع العائلات المهاجرين السابقين بالتوازي مع ازدياد الحروب وعدم الاستقرار بمناطق كتير من العالم عدد المهاجرين إلى فرنسا سنة 1971 كان 3.9 مليون وبعد 50 سنة ارتفع إلى 6.9 مليون سنة 2021 ولكن مشكلة البعض أنه سنة 1971 كان نحو 3 رباع المهاجرين هم مهاجرين من أوروبا إلى فرنسا فيما الربع كانوا من أفريقيا وآسيا وبقية العالم بينما اليوم تلت المهاجرين هني من أوروبا و43% منهم من أفريقيا أي نحو 3 مليون من مجموعة المهاجرين اليوم بفرنسا ولكن الأكتر صراحة من اليمين المضطرف بفرنسا مثل كاتي برونو كاميو عبر عن مشكلته بصورة أوضح أنه المشكلة مش بأرقام المهاجرين بل بالتراكم اللي بيخلفوا كل جيل هجرة مع الوقت وتحدث بناءً علي عن نظريته عن الاستبدال الكبير اللي عم بيهدد المجتمع الفرنسي وتحديداً المهاجرين السود والعرب والمسلمين اللي بحسب كاميو عم بيستبدل المجتمع الفرنسي الأبيض طبعاً نظرية الاستبدال الكبير حملها مرشحه اليمين المضطرف وأبرزهم إيريك زيمور كعنوان عريض بحملاته الانتخابية ولكن معهد إنسي بفرنسا أم المعهد الوطن للأحصاء والدراسات الاقتصادية خدمنا من خلال دراسة قام فيها باسم تراجيكتواري أوريجين أم المسارات والأصول لنعرف حجم التراكم ويسمحن لنضيف على أعداد المهاجرين اليوم بفرنسا الفرنسيين اللي لديهم أصول غير فرنسية من الجيل الثاني يعني فرنسي عنده على القليلة واحد من أهله غير فرنسيين وحتى الفرنسيين اللي لديهم أصول غير فرنسية من الجيل الثالث يعني فرنسي أهله فرنسيين ولكن على الأقل لديه جد أم جد من أصول غير فرنسية وبخلاصة الدراسة بيتبين للتالي إذا أضفنا كل الأجيال اللي ذكرناها مع المهاجرين غير الفرنسيين اليوم بتكون مجموع نسبتهم كلهم سوا من السكان حوالها 30% ولكن أيضا بيتبين أنه نص هالنسبة هم من أحفاد مهاجرين أوروبيين أم مهاجرين أوروبيين حاليين والنص الآخر من هال30% هم من أحفاد مهاجرين غير أوروبيين ولكن إذا حددنا أكتر وطلعنا بالـ 15% من مجمل عدد السكان من أحفاد المهاجرين غير الأوروبيين لنشوف نسبة ذات الأصول الأفريقية تحديدا من بينهم نسبتهم من مجموع عدد السكان على 3 أجيال هن 12% من مجموع عدد السكان لأن 3% الأخرى هن من مهاجرين من آسيا والأمريكيتين بشكل غالب مع كل تحفظاتنا على التقسيمات العرقية والدينية اللي أصلا ما لا معنى جديا لأن جزء كبير من هالمهاجرين بيتزوجوا وبتزوجنا من فرنسيين وفرنسيات ومع الوقت الفصل بيصير شيء من الهديان شو فرنسا وشو مش فرنسا ولكن من خلال هيك أرقام بنشوف حجم الإدراع على التهويل وتشويش الحقائق لمصالح سياسية وانتخابية بتحويل 12% من المهاجرين أم من الفرنسيين ذات أي اتصال بجزور أفريقية وعلى 100 سنة عم نحكي من التراكم تنسميه الاستبدال الكبير أم أفرقة فرنسا وللدلالة على حجم نجاح حملات التشويش والتهويل في دراسة تمت عام 2018 سألت عينات من ست دول غنية بيتفاعل فيها الاستقطاب حول موضوع الهجرة أنه يعطوا تقدير لأعداد المهاجرين ببلدهم ونسبتهم من مجموعة السكان والتقديرات كانت خيالية بأمريكا كان متوسط الأجوبة أنه نسبة المهاجرين عندهم 36% من عدد السكان بينما حقيقة هن 13.5% كانوا بإيطاليا تقدير المستطلعين كان أنه نسبة المهاجرين 26.4% بينما هن 10% بفرنسا التقدير 25% بينما هو 10% وكذلك بقية البلدان اللي تم الاستطلاع بشأننا الأرقام نفسه والدراسة اللي رح نحط لها اللينك بالدسكريبشن بتبين التصورات المضخمة بنسب شبيهة باللي شفنها لنسب البطالة عند اللاجئين ونسب استفادتهم من تقديمات اجتماعية وغيرها من الأضايا الاستقطابية بموضوع الهجرة بالمقلب الثاني سنة 2022 قام 3 دكترة جامعيين كنديين بدراسة تحت عنوان لماذا المواقف العامة تجاه الهجرة في كندا تصبح إيجابية بشكل متزايد بعد ما أجاب 70.5% من المستطلعين الكنديين عام 2021 أنهم بينظروا بنظرة إيجابية لأثر الهجرة على كندا بعد ما كان هالرقم عام 1998 فقط 45.5% من المستطلعين رأيهم إيجابي بموضوع الهجرة على الرغم من ارتفاع عدد المهاجرين بكندا بشكل كبير وهي اليوم إحدى أكتر دول الشمال العالمي جذبا لهالمهاجرين وأبرز الخلاصات الدراسة بتعطي جواب يمكن يفهمنا ليه آخر عشر سنين عام نشوف ترامب وميلوني وبوريس جونسون ومارين لوبان بصعود اللي بيبين بخلاصة الدراسة تلازم الموقف من المهاجرين مع شعور الناس تجاه الأحوال الاقتصادية ببلدهم فالدراسة بتقصم مرحلة 98 للـ 2021 لثلاث مراحل مرحلة 98 وصورا للأزمة المالية العالمية سنة 2008 ثم مرحلة تعافي كندا من أسار هالأزمة بين 2008 و2010 ومن بعدها المرحلة من 2010 للـ 2021 واللي بيتبين أنه عام 98 وقتا كان الموقف الإيجابي من الهجرة فقط عن نسبة 45.5% كان نحو 46% من المستطلعين رأيهم إيجابي بالوضع الاقتصادي وكلما تحسن الشعور تجاه الواقع الاقتصادي تحسن الشعور تجاه المهاجرين وأثرهم وصورا أنه عشية الأزمة المالية سنة 2008 أصبح نحو 66.5% من المستطلعين موقف إيجابي من المهاجرين توازيا مع شعور 66% من المستطلعين أن الأحوال الاقتصادية إيجابية طبعا رجعت صارت الأزمة المالية ولكن المحطة الوحيدة من سنة 1998 حتى 2021 اللي تراجع فيها شعور الكنديين تجاه المهاجرين هي تحديدا بمرحلة الأزمة المالية بين عامي 2008 و2010 وال59% اللي هو تراجع طفيف من المستطلعين عام 2010 أصبح رأيهم إيجابي مع بداية التعافي كان تقريبا نفس النسبة رأيه إيجابي بالمهاجرين واستمر التوازي بالرأيين بالارتفاع حتى وصل لل70% بال2021 واللي تمكنت كندا من معالجته اقتصاديا وتسريع التعافي الاقتصادي وتخفيف حدة أثار الأزمة على المجتمع بفترة سريعة ما تمكن منه الاتحاد الأوروبي اللي وصلت لعنده أثار هالأزمة من عام 2010 واستمرت لسنوات حتى أن وصلت إيطاليا وإسبانيا وأشهرهم اليونان إلى قعر الأزمة عام 2015 مع تهديد كل دولة من هالدول بالخروج من الاتحاد وما لحقت الأحوال المالية للاستقرار حتى أتى بريكزيت خروج بريطانيا من اتفاقياتها مع الاتحاد ومن بعد جائحة كوفيد وأثارة وصولنا الحرب الروسية على أوكرانيا ومشاكل الإمداد بالطاقة وتضخم أسعار السلعة من التجربة الكندية يمكن منقدر نفهم واحدة من أسباب تحول النقم على الواقع الاقتصادي وتراجعوا لنقم على المهاجرين وتحميلهم أسباب هالواقع بدلا من معالجة الأسباب البنيوية اللي أدت بأحوال المجتمع للتدهوة طيب بالنهاية كل هالصورة شو بتقلنا عن مستقبل الهجرة هل ارتفاع المخاوف من الهجرة بالتزامن مع ارتفاع الجدران الفاصلة بين حدود الدول من الولايات المتحدة والمكسيك مرورا بالبحر الأبيض متوسط وصورا لأماكن عدة بالعالم بالسنوات الأخيرة رح تعني تراجع بمسارات الهجرة بالعالم بالسنوات القادمة الواحد ما في يتنبأ بالمستقبل بس اللي فينا نعرفه انه عدد سكان العالم رح يستمر بالتصاعد في العقود القادمة والتقديرات بترجح انه يوصل لذلوته عند عشرة مليار إنسان بستينيات هيدا القرن بينما وفقا لتوقعات الأمم المتحدة بحلول 2050 ستفقد دول الاتحاد الأوروبي حوالي 95 مليون شخص من سن العمل رح تحتاج بديل عنهم مع استمرار توسع الفجو بمعدل الأعمار والولادات بينه وبين دول عالم الجنوب وما دام إلى جانب الفجو الديمقرافية فجوة تانية في الدخل بين الشمال والجنوب العالمي ونحو 4.2 مليار شخص بيعيشوا بالفقر لن يكون أمام الناس خيار سوى الانتقال ومع عدد كبير من الدراسات اللي بترجح المناخة اللي في حال ما تم تداركه بسرعة رح يحول مناطق مسكونة من الناس على الكرة الأرضية اليوم إلى غير آهل للسكن طبعا ما في مسؤول بالعالم معقول يدعي لهجرات بلا سقف وبلا حدود فالتحولات الديمقرافية الكبيرة والسريعة بتشكل أعباء اقتصادية وسياسية واجتماعية لاستيعابة ولكن بالوقت نفسه إذا كل المؤشرات الماضية والمستقبلية بتقول إنه تحرك البشر وتنقلهم أمر ما في مهرب منه يمكن أفضل للدول التخلي عن فكرة السيطرة على الهجرة وبدلا من ذلك إدارتها ومثل ما في أمثلة على إدارات كارثية للهجرة الأمثلة موجودة عن إدارة جيدة حسنت من أحوال البشر المستقرين بأماكنهم والوافدين لأماكن جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر